النقطة التانية بعد مبارح الموقع الرسمي وقناة الاهل اعلنت تعذر صفر الكابتن محمود الخطيب الى الولايات المتحدة الامريكية نتيجة تعبه ومرضه بسبب نزلة برد شديدة ناس كتيرة قلقت وقلق الناس على الكابتن اكيد منطقي جدا لان الكابتن محمود الخطيب واحد من رموز الكرة المصرية واحد اساطير النادي الاهل والكرة المصرية انا عايز اطمن حضراتكم بعد تواصلنا مع اسرة الكابتن محمود الخطيب الحمد لله الكابتن بخير وبدأ يتعافى وبإذن الله خلال ايام هيكون متواجد في النادي الاهل يمارس مهام عمله بشكل جيد جدا طبعا كان فيه نصيحة طبية من الطبيب المعالج ليه سفر الى امريكا انت بتتكلم في 16-18 ساعة طيران فيها ترانزيت في الدوحة يعني رحلة سفر صعبة جدا فالطبيب المعالج كان له وجهت نظر ورأي طبي ان الكابتن ما ينفعش يكون متواجد في رحلة زي دي عشان ما يبقاش فيه مضاعفات النادي في الجزيرة بيعقد اجتماعاتها بيحضر الاجتماع على مجلس الادارة القادم التحذير للسفر الى الدوحة عندهم ملفات وعندهم تفاصيل كثيرة جدا وعايز ان لكم يمكن يوميا في النادي الاهلي فيه شغل يعني فيه شغلة نشاط اجتماعات يومية مع الفيفا مع التحاد الكورة بتشتغل مع الفائل الاول بتشتغل مع النشاط الرياضي بتشتغل مع الكورة النسائية فبإذن الله ان شاء الله الفترة اللي جاية يكون فيه نتائج على قدر التعب والمجهود ان شاء الله بإذن الله يكون مع الفريق ان شاء الله في بطولة انتر كونتينيلتال في الدوحة لما الفريق سافر وعشرة ديسبر